فتح الكاظومي اذا الصفحة الاكثر حدة وهي كل سلاح خارج نطاق الدولة مخالف للقانون على الرغم من ان الفترة حرجة وتأتي في خضم سياسة الضغط الاقصى لكن الرجل يدرك انه لا خيار الا في مواجهة السلاح المنفلت ذاك الذي اضاع الدولة وارعب امنها المجتمعي واضعف وافسد مؤسساتها واوقف مسيرة قطعتها الامنية كل ذلك على يد جماعات قد تكون على شكل عصابات او عشائر الحقت اضرارا جدية بالعراق واستهدفت وجوده حتى ضاق الناس ذرعا جراء تشردم القرار والصعوبات المعيشية اليومية وذلك لانما جامع الانفلات تعلن رفض اي دعوة الى الافراج عن سيادة العراق وحريته واستقراره لا يختلف متخاصمان ان ما يطالب به الكاظمي هو اقرب الى بديهيات لا يجوز الاستمرار في حرمان العراق منها فلا تعتبر حكومة العراق مزعجة اذا طالبت بالتعامل مع مجامع السلاح هذه بوصفها رعية الدولة العراقية وليس الساحة العراقية